أبدأ معك أولاً عبدالله فتح الإمارات للمطارات أمام حركة الترانزيت هل هو تمهيد لعودة الطيران الإماراتي مرة أخرى؟ نعم يعني بالفعل هي عودة الطيران في الإمارات الإمارات كما أعلنت شركة طيران الإمارات منذ أيام بأنها مستعدة للعودة في غضون 48 ساعة يعني أسطول الطيران لديها مستعدة للعودة إلى العمل في غضون 48 ساعة هذه العودة مرهونة بما تفرضه الدول الأخرى أيضاً على حركة الطيران وحركة المسافرين والمغادرين لديها لكن القرارات التي خرجت بها دولة الإمارات ما هي إلا عودة أيضاً تدريجية للحياة الطبيعية بعد أن تم يوم أمس البدء بفتح المراكز التجارية 100% أمام الرواد هذه المراكز الحركة التجارية بدأت تعود أولاً بأول في إمارة دبي ومن ثم في الإمارات الأخرى أيضاً هناك قرار بعودة الموظفين إلى ما يصل إلى 50% اعتباراً من يوم الأحد القادم هذه القرارات وغيرها تبشر بعودة للحياة الطبيعية قريباً في دولة الإمارات تحديداً ما تفرضه الدول الأخرى كما ذكرت هو ما يعزز من حركة الطيران لدى دولة الإمارات خصوصاً أن لديها ناقلات كبرى أو شركات ناقلة كبرى على مستوى العالم ومستوى المنطقة هذا القرار لا يلغي حركة الطيران كما ذكرنا سابقاً المفروضة في دولة الإمارات أيضاً فهي ستستقبل المسافرين من الترانزيت ستعمل على نقل الركاب الذين يرغبون بمغادرة دولة الإمارات أيضاً من خلال هذا القرار شركة طيران الإمارات أعلنت قبل قليل عن توفير رحلات لـ 29 مدينة من مدن العالم في غضون الثامن أو الخامس عشر من هذا الشهر بالإضافة إلى عدد من المدن الأخرى سيتم توفيرها أيضاً بغضون الثامن من هذا الشهر أيضاً هذا القرار لاقى ترحيب بالتأكيد من قبل شركات الطيران هنا في الإمارات وبانتظار ما ستقرره الدول الأخرى لفتح مزيد من الرحلات أيضاً